بنحب نبدأ الفيديو اليوم بإنه نشكر كل من سأل عنا واتطمن علينا وبعثلنا طبخب هالمرضى انتو عيلتنا الحقيقية الكبيرة خليتولا نشعر إنه إحنا مش لحالنا بهالمرضى شعرنا بمحبتكم واهتمامكم شكراً لكم وإله يشافي كل مريض سنة الـ 2020 كانت كتير مختلفة وصعبة عالكل بس كمان كان فيها أشياء حلوة تعرفوا شو أصعب سؤال إن سألته هالسنة؟ سؤال إمسند في المقابلة اللي عمناها ذكري نو؟ بدنا نعرف أدي بتعرف إمسند أكلها المسكين شو لون إمسند المفضل؟ إمسند بتحب كل الألوان بس لونها المفضل صراحة كل الألوان حلوة عليها كنت عارفة إنه مش عارف لون المفضل قصة أنا أقولكم أنا بحب كل الألوان ما في أحلم من إن الواحد يعمل الإشي اللي بحبه وأنا أول السنة الماضية لحقت حالي قبل الكورونا عملت إشي ما رح أنساه أبداً ما رح أنساه بحياتي حمد الله على السلامة ماما وألف ألف ألف مبروك المركز الرابع على مدارس العالم مش يقليل اشتقت لكم كتير صح ما طلع للأوائل بس بصراحة كانت أحلى تجربة بحياتي أقنعت الكل إني أدهى وسافرت لحد هلأ مش عارفة كيف الماما وافأت بصراحة أنا ما تفاجأت كتير من حالي إني سمحت لسالة سافر بس أكتر إشي فاجأني بها السنة اللي مرت إني اكتشفت مين السوبر هيرو تبع سالي وسند البطلة تبعتنا عندها قدرات خارقة ومميزة بشغلها وبيتها وتربيتها وعلاقاتها مع الكل البطلة تبعتنا علمتنا كيف نكون صدقين في كلامنا ومهتمين بغيرنا ونفكر بالحولنا مش بس بحالنا ماما بما أنه عيد الأم قرب اخترناكي أنت السوبر هيرو تبعتنا آه قديش فرحوني لولاد كانت لحظة مؤثرة اتركوكم من اللحظات المؤثرة هادي أنا أهم إشي صار معاي في 2020 أني صرت أبو أبو سند يعني أبو أبوي تتذكروا شو عملت؟ ما بصير هيك الطفي لسه المسلسل ما خلص صار لك ساعة بتقولي هلا بيخلص هلا بيخلص هلا بيخلص اح بعدين معك طرع المسلسل طويل شو أعمل بعدين شو ساعة مش معقول هالمبالغة أسقط يا ولد واحترم أبوك شكرا وصلت فطورة الكهرباء ممتاز وشو المطلوب؟ إنه عشان تدفعها أنت ما أخذ دور الأب أنت تدفعها يا حبيبي من وين تجي بالمصاري؟ طلعنا منصرف كهرباء كثير ليش الغرفة مضوية وما حدا فيها؟ طفوا الكهرباء يا أولاد بصراحة كنت شديد كثير عليه بس بيني وبينكم اكتشفت قديش أهلنا عن جد بتعب وعشاننا يعني صحيح أنا ما كنت ألبس الكمامة وكورانت وتشعتلت بالألفين وعشرين بس ما رح أنسى إن استغليت الفرصة بالصيف وفرجيت الكل قديش بلدنا حلوة شوفوا لي هالمنظر يا صبايا إشي بش رح القلب واو ما أحلا مش فاهمة ليش ما بدأت قلنا وين راحت؟ شو إم إنصاف؟ شكلك بأوروبا؟ ما حذرتي ما حذرتي شكلوا بشهي وشوفوا المنظر اللي وراها ما أحلا كيف مش بأوروبا؟ ولا وين؟ بلاد الوقواق يعني هادي بلدنا إذا لسه ما بتعرفوا الأماكن الحلوة عنا بشجعكم تزوروها زمان كنا نقول الجار قبل الدار وبهالسن الصعبة حسيت قديش الجيران مهمين ورجعت قشت هالمثل مرة تانية وهاي كياس أم خليل جبت لها تشكيلة شوية أجبان وألبان وشوية خضار فواكه وخبز الله يعطيك العافية هلأ بنظفهم بسرعة وبنعقمهم ونوديها إياهم عباب البيت الله يرضى عليهم أحلى عيلة الكورونا خربت لنا خطط كتير السن الماضية بس تعلمنا بدل ما نزعل نكون مبدعين وصدق طلع منا أنا وسالي هالسنة الكورونا أعادتنا بالبيت لا جمعات ولا أعياد بصبح ولا بالليل بس اللي ما بيتغير أبدا إنه من حبك كتير أنا مائلي بالموسيقى بس بتذكر أشياء مضحكة صارت السنة الماضية وخاصة معي أنا وسند يا أولاد تعالوا تغدوا في مع كورونا كورونا؟ مين مع كورونا؟ مع كورونا ما لك يا زلمي ما بتفكر غير بالكورونا والصحبتي أنا وسند لا يُعلى عليها والسنة الماضية كانت إثبات إنه ولا إشي بإدار يخرب صدقتنا وما بنسى كمان كيف ضلينا النكت قدام الكاميرا على فكرة شكراً لكل الناس اللي شاركونا نكت على اليوتيوب مرة اخطبوا تزعل فراح حط إجر عاجر 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 هاي واحد بسأل واحدة شو اسمك؟ بتقول له يارا يا سين انت شو اسمك؟ بقولها يا سين يا صاد مش متأكد مرة فرشاية سنان تخانقت مع فرشاية سنان احزر شو قالت الها أنا بفرشيكي مرة في ولد بيقول لأمه ماما شو في بطنك؟ قالت له الأم أخوك يا حبيبي تاني يوم سألوا الأستاذ عندك أخوان؟ ولا هو بقول له كان عندي بس مومة أكلته مرة ليمونة راح تتقدم امتحان جابت عسرة من عسرة اخطبوط عن ببكي ليش؟ لأنه مش عارف إيده من أجره ايه أخيراً يا جدوري أنا أهم شي صار معاي اني اكتشفت موهمة جديدة يعني إذا جارت علي الدنيا بصنعة الكهربجي ها مش قلقان اتذكروا شو فيه؟ العينة مش بس أهلي ترايبين وإخواني العينة هي الناس اللي بتحبني وما بتنساني إذا مريد بتدويك إذا ضعيف بتكويك منفرخ سوا منحزن سوا دائماً سوا شو مكسير؟ يو يو ابدأ وتقلق أكيد إنها بالكم علي بس بيني وبينكو ما في أحلم المحبة أه منعاد الخير علينا و عليكم الدوم الفرحة والدوم ساحتكم كثير من حبكم من قدركم أنتو عيلتنا وإحنا عيلتكم بالمحبة بالمحبة الحياة أحلى بكثير مظبوط مظبوط بس بتكوشيخ مظبوط ما في أحلم من المحبة بين العيلة وهالسنة إحنا تعلمنا وشجعنا أولادنا يتأقلموا مع الظروف الجديدة ويبذلوا جهدهم وما يستسلموا سالي نشحت بالكتابة وبالشطرنج وسند كان سادق بامتحنات الأونلاين وأهم إشي إنه أبو عمر ظل فاتح المطعم وظل يعمل الفلافل الزاكية ما في أحلى من إنك تشجع أهلك وناسك أخ على حبة فلافل هسة من أبو عمر يا سلام والألاية اللي عملتها سمعت ألاية يومي ما في زي الألاية اللي بتعملها الماما على فكرة أنتو طلبتوا طريقة الألاية وأنا جاهزة أشاركها معكم أول إشي لازم تستخدموا زيت الزتون الأصلي وبعد هيك ماما ما ضل وقت للحلقة خلص منخليها المرة الجاي استنونا بموسمنا الجديد قريبا رح تشوفوا أشياء جديدة ومفاجآت حلوة كتير